السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزائي المتابعين عزيزات المتابعات في هذا الفيديو كما طلبوا بزاف ديال التلميذ والتلميذات يتكلموا على العدد والمعدود يعني بالنسبة للحالات التي يطابق فيها العدد المعدود أو يخالف فيها العدد المعدود بالنسبة للمعدود هو العدد الذي يأتي بعد العدد نقول مثلا ست قصصين ست هذا عدد قصصين هو المعدود مزيلا اتفقنا اذا اه كم الفاظه كم الفاظه العدد الفاظه العدد اتنة عشرة وهي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مئة الف هذه هي الفاظ العدد التي سنتهدت عنها فهذه هي الفاظ العدد سنرى الان انواع العدد هي اربعة اذا لنوع الاول نقول عدد مفرد ما معنى مفرد يتكون من كلمة واحدة وهو من الواحد الى عشرة من كلمة واحدة وهو من واحد الى عشرة لان هناك اعداد اخرى مفردة لكنها اه تسمى اشياء اخرى سنرى سنرى العدد المفرد هو من واحد الى عشرة واحد اثنان ثلاثة الى الاخير احتى العشرة العدد المركب وهو ما تركب من الواحد الى التسعة مع العشرة يعني احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة الى تسعة عشر النوع الثالث هو الفاض العقود العقود هي التي تكتب عشرون تلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون هذه هي الفاض العقود رابعا واخيرا المعطوف المعطوف هو اللي كانت فيه حرف الوابين جزئه مثلا واحد وعشرون اثنان وثلاثون الى اخرين ننتقل الان الى التعرف على حكم العدد المفرد من حيث التذكير والتأنيت اذا هناك يكون الدبل الاختلاف يعني المخالفة والمطابقة بالنسبة الواحد واثنان نقل عليهم يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنت بمعنى دائما دائما يوافق او يطابق المعدود نقل رجل واحد ورجلان اثنان امرأة واحدة وامرأتان اثنتان نقل رجل واحدة هذا هو بمعنى يخالف فهو لا يخالف وانما دائما يطابق مزيلا الاعداد من الثلاثة الى العشرة هي تخالف المعدود مع التحفظ مع العشرة انا نقول لكم بانه من ثلاثة الى تسعة دائما دائما تسترى لها دائما مزيلا ثلاثة الى تسعة دائما تخالف المعدود والعشرة اذا كانت عشرة بوحدها هكذا كلمة واحدة فهي تخالف المعدود بينما اذا كانت في العدد المركب فهي تطابق المعدود اذا اذا من النسبة من ثلاثة الى تسعة او الى عشر هنا فكعدد مفرس نقول ثلاثة اولاد ثلاثة بنات عشرة اقلام قلم مذكر اذا عشرة مؤنث اربعة كتب اربعة مؤنث وكتب مذكر اذا هناك يخالف سنرى العدد المركب وهنا سنتعرف على العشرة كما قلت قبل قليل قلت من ثلاثة الى تسعة دائما يخالف بينما عشرة فهي تخالف فقط اذا كانت مفردة هما الا كانت مركبة نشوفها في هذا الجزء العدد المركب من ثلاثة عشر الى تسعة عشر حدفنا احد عشر واثنى عشر لماذا لانا واحد واثنى قلنا دائما يطابق اذا هم نغير هذا الجزء من ثلاثة عشر الى تسعة عشر اذا كان المعدد مذكر انت الجزء الاول وذكر الجزء بمعنى اه اشنو قلت قبل قلت من ثلاثة الى تسعة دائما يخالف العشر هنا في العدد المركب فهي تطابق المعدد بمعنى عشر مذكر لماذا لانا فصلا مذكر اذا عشر في هذا النوع المركب يطابق المعدد نقول مثلا ثلاثة عشرة مرأة ثلاثة عندها التام مربوطة لا اذا فهي مذكر عشرة عندها التام مربوطة نعم لماذا لانا مرأة المعدد مؤنت اذا العشرة في العدد المركب تطابق المعدد لانا كان مذكر حتى هيك تكون مذكرة لانا كان مؤنت فهي يكتكون مؤنت افهم بينما الجزء الاول اللي هو من ثلاثة الى تسعة دائما يخالف مثلا عندكم بزاك الى الامتلات ما ممكن تشوفهم إلا بغي توقفوا الفيديو شوفوا على خاطركم العدد المركب حدا عشر واثنى عشر حكمها التوافق بين الجزءين مع المعدد في التذكير التأنيت نقول احد عشر كوكبا كله مذكر احد مذكر عشر مذكر لانا كوكبا مذكر اثنى عشر رجلا كله مذكر اثنى مذكر عشر مذكر لانا رجل مذكر لانا المؤنث هو نفس الشيء ننتقل الى شيء اخر العقد تبقى بلفظ واحد بمعنى العقد اللي هي من عشرون الى تسعون يعني عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سعبعون ثمانون تسعون هي تبقى على حالها ما كان نضيفوش تأنيت ولا فهم نقول جاء عشرون رجلا وجاءت عشرون مرأة اذا عشرون رجلا عشرون مرأة اذا عشرون رجلا عشرون امرأة نضرنا العشرون بالنسبة المذكر وانا ماذا جاي بالنسبة مؤنت يعني ما كانتش عشرونتون فهم نضير معكم يا رب صغير هنا نستغل الفرصة اذا جاء عشرون رجلا نقول جاء فعل ماضي مني على الفتح عشرون فاعل مرفوع بالوا والنون لانه ملحق جمع مذكر السالي رجلا تمييز العدد او تمييز ملفوض منصوب بالفتحة الظاهرة الاخير نشو الاثنان اما المعطوف من واحد الى التسعة فحكمه هكذا الواحد واثنان يوافقا دائما المعدود كما قلنا من قبل من ثلاثة الى تسعة تخالف المعدود اذا نقول جاءت تلاتة وعشرون مرأة تلاتة ما قلناش تلاتة وخم مرأة مؤنتة اذا هنا سنتقل الى شيء اخر اذا اللي هو المئة والالف ما تتكلمناش عليهم تتكلمون على المئة والالف هاد الالفاض او اللفضين فتكونان بلفظ واحد مع المذكر والمؤنت بمعنى لا تتغيران نقول مئة صبي مئة فتاة اذا استعملنا مئة بالنسبة للصبي وبنفس اللفض اذا بدون تغير مع المؤنت نقول الف كتاب والف كراسة كتاب مذكر كراسة مؤنثة اذا استعملنا الف بالنسبة لكليهما شكرا لكم على المتابعة دلكم والوفاة دلكم القناة منسا اوش بتديروا الشتراك دلكم الا ما كنتوش مشتركين ولا تديروا الاعجاب دلكم وفي فيديو اخر ان شاء الله غاد ينهتروا على الاعراب ديال بعض الجمال اللي فيها اه هاد الاعداد ونشوفوه امتلا بالشرح البسيط كما اعتدنا كانت من لكم التوفيق في حياتكم الدراسية وحياتكم الشخصية والى اللقاء